اذا كنت مرحبا معكم على قناة قونتك 100 سنين على اليوتيوب لو عندك مدونة او حابت تبدأ في مجال التدوين ويبقى عندك موقع تنزل على شراحات ومراضية خاصة بك يبقى انت محتاج تبدأ بداية احترافية لان بدايتك ريالة هتحدد بنسبة كبيرة نجاحك ونجاح موقعه طبعا لازم يكون عندك محتوى يعني كويس جدا اعمل انت بتحب تعمله بس لازم تقدم المحتوى ده بشكل احترافي بشكل جميل ما يكونش المحتوى بتاعك ضعيف فالنهاردة انا هقدم لك قالب شكل احترافي جدا القالب اجنبي متعرب شكله بسيط واحترافي يبقى ان انت بتقدم محتوى احترافي يبقى ان الموقع ده موقع احترافي وده هيخلى المستخدمين يسكوا شوية في المحتوى اللي بيقدموا الموقع ده الاول هسيب لك رابط في وصف الفيديو هتضغط عليه هيوديك لأفضل خمس قوالب بلوجر دول يا جماعة يمكن وصلت العصارة بتاعت افضل قوالب انا شفتها قوالب كلها مدفوعة لكن اجبت هرك بشكل مجاني طبعا القالب المدفوعة بطب افضل بكتير من القالب المجانية بعد ما تدخل على الموقع هتلاقي القالب موجودة القالب اسمه مميزاته نبزة تعريفية عنه القالب يصلح ايه قالب اخباري ولا قالب خاص بالتقنية ولا قالب شامل ومتعدد ينفع لده والده والده على حسب القالب اللي انت بتشوفه انت كل قالب تقدر تشوفه معينة مرفوع انا رفع الريد على مدونة فانت تقدر تشوفه حبي بالشكل ده تاخد القالب او لو انت عارف هتعرف تتعامل وتنزر القالب عندك وتشتغل لو انت ما انتش عارف فانتزر شرح جديد او شرح قادم للقالب ده وتعديل عليه طبعا انت عندك القالب اهيه بالشكل ده هما لحد الان هما ثلاث قالب انتشغل عن الموضوع ده بقلي فترة بجمع قالب كتير جربت كتير وفي بعض القالب عدلت عليها مواضع الاعلانات فيه كان فيه كم كود كده مش تمام تزبطه يعني اللي قدرت عدله عدلته ورفعت لكم افضل قالب زي قالب ليفون ده مشهور جدا بين المجال التقني مشهور جدا القالب فيه شوية اخطاء كده لكن الحمد لله قدرت تصلحها تزوله برضو شرح عنه المهم ان انت لو عايز القالب بتاعك شكله بالشكل الجميل الروع ده شكل سمبل وفي نفس الوقت يبن واحترافي جدا فيه اعلانات وشكل منظم للتواصل وقائمة بريدية ويعني الموقع شكله تحفى طبعا القالب ده ينفع اكتر للي بيقدمه احترافي تقنيه هيبقى شكله احترافي على المحتوى اللي هما بيقدموه اول حاجة هتروح تحمل القالب بتاعنا واول حاجة لازم تخلي بالك منها هنا هكتبها لك بالتحذير لازم تعمل قالب تنظيف او تحمل قالب تنظيف ده فايدوتو ايه بينظف المرانات بتاعتك من القالب الاديم والاثر بتاعه عشان القالب الجديد ما يحصلش فيه التدخلات وتحصل مشكله والقالب ما اشتغلش بشكل كويس فلازم تعمل قالب التنظيف ده فبعد التحميل هتلاقي قالب التنظيف والبلوجر او القالب بتاعنا الجديد انت منزله هتروح اول حاجة في قالب التنظيف هتعمل هنا تحديده كل كله هتاخده كوبي وهتروح المدونة عندك هتروح للمظهر في المدونة بتاعتك هتروح لتعديد HTML بعدها هتحدد ده كله وتحذفه وتضيف القالب الجديد او تعمل لسك للمحتوى الجديد طبعا هنا تاخد بالك انت لو بدء من صفر او عمل اللي عايز تعمل مدونة فانت ليك واضع انت تستمر معنا اما انت لو عندك مدونة وحاببت تغير الشكل بتاعها للشكل ده وعندك اعلانات وكده ما تنساش تاخد نسخة احتياطية من المدونة القديمة بتاعتك تاخد الكوبي تحطه عندك في تكست كده عشان تنقل الاكواد اللي كانت عندك لو انت عندك اكواد اعناد ادسنس او حال زي كده عشان ما تفقدهاش وتغلب ان انت ترجع السكريبتات انت قد تعملها دي فانت تكون عندك محفوظة وبعد كده تنرجعها عادي بدون اي مشاكل اما انت لو بادئ وعايز تبدأ في المجال وتعرف ازاي تشتريك في ادسنس وتبدأ مجال المدونة على النظافة بشكل احترافي من الاول فما تنساش تشتريك في القناة عشان نوصل لها كل جديد دي سلسلة جديدة ان شاء الله بنقدمها وان شاء الله تستفيد منها جدا 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 جدا. فنكمل هتأول حاجة بعد ما تنزل الاكواد او تخط قلب التنظيف هتعمل على حفظ المظهر بعدها هتروح هعمل على عرض مدونة هتلاقي الشكل بتاعك ده الشكل تمام كده يبقى قلب التنظيف يشتغل معنا هتروح بقى على قلب التنظيف ده تشيله احنا كده خلاص عملنا اللي عليه او خدنا منه اللي احنا عايزينه هتروح تنسخ الاسكريبت ده تعمله ادت وبعدين تنسخ كل الاكواد فيه تعمل تحديد الكل وبعدين كوبي وتروح هنا وتحطه باست وبعدها تقول له حفظ المظهر نقفل بس هنا وبعدين نعمله عرض مدونة هتلاقي الموقع تتحول معك بالشكل البسيط ده طبعا القلب شكل جميل القلب سريع جدا يا جماعة بص يعني ضغطة بيحمل على طول الصفحة مفهوش اعدادات كتير او لغبطة كتير شكله سيمبل القلب ده اه هو اجنبي نادر ان انت هتلاقيه في المشروح له بالعربي لانه هو متعرب من فترة وفي نفس الوقت انا ارضى بترك عليه شوية حاجات عدلتك في شوية حاجات هو القلب اصلا ليه اعلانين لكن انا ضغطتك تقريبا ربع اعلانات تمام ضغطتك خمسة خمس اعلانات زيادة فمش هتحتاج تعمل اي تعديلات انا مجهز لك القلب ومزبطه لك ان انت تستخدمه هنقول بس عشان التعديلات عايزين بس نعدل حاجات البسيطة عايز احط رابط صفحة على الفيسبوك واليوتيوب واغير القائم ان انت شايفها دي بسيطة جدا هتروح عند القلب اروح للتخطيط هتروح بعدها للتواصل اجتماعي هتروح عليها لتعديل وهتلاقي الكود ده عندك هتلاقي استابعنا على الفيسبوك وهنا موجود صفحتي على الفيسبوك كل انت هتعمله هتشيل الرابط ده وتحط رابط صفحتك على الفيسبوك تمام كذلك على تويتر تعمل مكان الشباج ده وتحط رابط بتاعك وعلى اليوتيوب اليوتيوب هيا جماعت كناتنا على اليوتيوب هشتركك في كناتنا على اليوتيوب هتشيل رابط مجردي وتحط رابط مجردك على طول بدون اي مشكله وبعدين تعمل على الحرفز هتلاقي الموضوع وتحول معاك والرابط دي بقت شغال أنا ورحت على اليوتيوب هيفتح لك رابط قناتك على اليوتيوب بدون مشكلة كده أنت تكون عدلت في التواصل الاجتماعي وزبطت المظهر بتاعها أنها يكون مظبوطة على التواصل الاجتماعي طيب أنا عايز أغير الشكل بتاع الكلام المكتوب ده أو القائمة التسميات اللي عندك دي التسميات اللي عندك أنت عندك أخبار ومعلومات ومقالات عايز تحوال دي الأخبار ومعلومات ومقالات بسيطة جداً أنت هتاخد وليكن الكلمة المكتوبة دي بعدين على المظهر يفضل أنت تحولها للجديد لجالب الرجل الجديد عشان هتعامل مع الـ HTML عشان ما يحصلش أخطاء والتعامل في الـ HTML لو تعامل في الكود أسهل بكتير أو أفضل في الوضع الجديد أو الاصدار الجديد أسهل من الكلاسيكي فأنت هتروح هتقول على المظهر هتروح هنا 3 نقاط تعديل الـ HTML وهتاخد أي كلمة من الكلمات اللي فوق دي أنا وليكن هاخد كلمة أخبار هتروح هنا أعمل control وف جماعة وبعدين هكتب أخبار نفس الكلمة بالضبط وهقول له أنت قال لي الله فيه هنا السوداء يا جماعة قال لك أنه فيه هنا الكلام ده يتصل بنا وأخبار هنا فيه قائمة اسمها معلومات عامة وأخبار وصلاة برفاية ونصاح بلوجة هروح هنا هتأكد أيوة هم دول لمسكهم هم دول اللي احنا عايزين نشتغل عليهم هتيجي وليكن على المعلومات العامة أنا عاوز المعلومات العامة تتحول للتسميات بتاعتي أنا عادي تسميات إيه هروح هشوف هتلاقي هنا أنا رفق لك حاجة اسمها التسميات هنا موجود فيها كل التسميات أو كل التاجات بتاعت قناتك إذا كانت عندك أخبار معلومات التقنية ويندوز تصميم هتلاقي كلها موجودة هنا كل يوم هتعمله إن انت هتروح في المعلومات هتضغط عليها ضغطة يفتح لك هنا كل الحاجات اللي فيها المعلومات طيب أنا عايز أحول المعلومات دي ولا وليكن خليها خليها المعلومات عايزة حولها للمعلومات دي بلاش انها تكون معلومات عم عايز لما دوس هنا على المعلومات لان المعلومات انا عايزة حولها للمعلومات العامة اللي انت شايفها دي تفتح لها الصفحة دي كل ده انا هعمله هاجي اخد ده من عند اول الكلام لحد المعلومات بس ما تاخدش رابط كله لو اخدت رابط كله مش هشتغل بعدها تعمل نسخ وتروح هنا في المعلومات الهمة هتشيل الهمة بس انا عايز هيسيدي معلومات وهروح مكان الهاج ده او مكان الشباك ده وحط بيست او كنترول فيه للرابط اللي انا نسخته وهروح اعمل حفظ هيقول رجال المعالجة وتم التحديث بنجاة هروح اعمل عادة تحميل كده بسيطة للصفحة افتح الموقع الرئيسي هروح للمعلومات اللي هتغيرات من معلومات هامة لمعلومات طب هتغطاء المعلومات هيوديني للمعلومات بدون اي مشاكل كذلك مع التاتة دول انا عايز اغير صور بروفايل طبعا صور بروفايل هروح هنا في صور بروفايل اختار التسميات اخليها مقالات انا عايز صور بروفايل دي تتحول لمقالات هروح هنا بكل سهولة اعمل الكنترول اف واكتب صور سوري سوري اعمل بس هنا كنترول اف لانه هفتحها هيا تانية هدوس تتأكد ان انت هنا جوال كود وتعمل كنترول اف وتكتب صور هيفتح لك صور بروفايلات اللي انت شايفها دي انا مش عايزة صور بروفايلات انا عايزها مقالات او هي كانت ايه هي كانت ايه هي كانت ايه مقالات تمام حولها تكون مقالات استخدم الهتش تاميل ده الاصدار الجديد لانك عملت ده في الاصدار قديم هتجي تعمل هنا هتلاقيه حددلك حية تانية ومش مزبوط لكن في الاصدار ده هتلاقيه سهل ان انت تتعامل في الكتاب بعد ما رابع كتب مقالات بروح هنا وباخد لحد المقالات متاخدش رابط كله هتروح لحد هنا المقالات تاخد copy او نسخ هتروح هنا في النموذج تحط مكان المقالات لسك وبعدين تعمل حرص هتروح في الارباح تعمل بس ساعة تحميل الصفحة هتروح هنا هتلاقيها هتحولت لمقالات هضط على المقالات عشان هتأكد فتحلي فعلا المقالات والمقالات شغالة معا كده تمام انت زبطت القامة رئاسية وزبطت التواصل الاجتماعي والدنيا معاك تمام وزي الفل انا عايز احول الاعلانات انا عايز اضيف الاعلانات عايز احول مكان البانر ده اعلانات accent بتاعتي وهنا وهنا ومكان اعلانات هتعمل كل اللي انت هتأعمل هترجع هنا هتروح للتنسيق هتلاقي حاجة عندك اسمها البانر البانر ده اللي هو الطويل عندك ده كل اللي انت هتعمله هتروح في البندر التعديل هتشيل الكود ان انت شافه ده كله وتحط الكود بتاعك الجديد وتعمل حفص هتلاقي اول الكود اللي ها سبه مئة وتسعين في تسعين تحول الكود لأدسنسي بتاعك انت كذلك هنا انا احطط لك ان ده اعلان ده اعلان ده اعلان فاي واحد منهم هتروح واخد الاعلان محول الكود ده شايله كله وحاطط الكود بتاعك الجديد وتعمل حفص هيتحول معاك الكود بتاعك الجديد او كود ادسنس او العنات هتبدأ تشتغل على القناة او هتبدأ تشتغل على الموقع بدون اي مشاكل وبكده يكون معاك قالب احترافي جدا خاصة لو انت في المجال التقني تلاقي قالب احترافي جدا شكله منصك جدا شكله يدل ان صاحب الموقع ده هو شخص احترافي الالوان هادية ويميلة وشكلها حلو جدا وفي نفس الوقت مش محتاج تعدل كتير كلنا عملته اعدلت القوائم الراسية حطيت الاعلانات زبط التواصل الابتماعي بتاعي ومية مية طيب الكلام ده طبعا محتوى ده هيبه محتوى محتوى بتاعك يعني ده انا بس حاطط مواضيع تجربية طب هنا عنا او ادوات الويب الكلام ده هتلاقيه مزبوط على الكلام اللي محطوط حول المدونة بتاعتك يعني هنا طلاقي مكتوب دي مدونة محمد ابو تريكا بيعمل كازا هيك كده لكن لو انت عايز تحول عنا دي وتخليها كلام تاني بسيطة جدا كل انت هتعمله تاخد كلمة عنا دي نسخ وهتروح للتعديل بتاع الهتش تيميل بتاعك وهتروح تعمل كنترول اف وهتلسأ كلمة عنا هتنزل هتلاقي مكتوب عنا تتأكد ان الكلام ده هو اللي مكتوب هو اللي مكتوب هنا هتلاقي فعلا هو اللي مكتوب هنا عنا فهتلاقي فتروح اعملها مسلا منح وتعدل هنا الكلام لاي كلام هتقول مسلا نحن نحب البتنجاب تمام وتروح تعمل حفظ ايقول لك جال المعالجة وتم التحديث بنجاح هتأكد يا عم عنا دي اللي حصل لها قال لك منحن زي ما عملتها وقال لك ان احنا نحن نحب البتنجان كده انت رطوب رجل مية مية طيب انت بتحب البتنجان المهم ان ما نحن او اي كلام من انت ده تعرف تعديله سهولة ادوات الويب كذلك تقدر تعدل في ادوات الويب دي هتقودها نسخ هتروح هنا تعمل كنترول اف تكتب ادوات الويب تنزل هتلاقي معلم ادوات الويب ايه هي هتلاقي مكتوب اتصل بنا اخلق المسئولية لو انت مسلا عندك سياسة الخصوصية مسلا كل حاجة انت عايز تعدلها تحط مكانها الرابط بتاعها كل ده محتوى اتش او شباك فانت مسلا عايز آآ تخط صفحة عندك او انت عندك صفحة سياسة الخصوصية طبعا بيبى المدونة بتاعتك فها صفحة سياسة الخصوصية وكل ده انت لو مدونتك موجودة فانت عارف صفحة سياسة الخصوصية كنتران مالوا على مفتود ان دي صفحة سياسة الخصوصية. اخدها. اروح هنا في السياسة الخصوصية. وحطها. هنا. وكل عمله نعمل حافظ. كل الاكواد اللي هي في السياسة الخصوصية او اللي تحت ده كله. هتلاقيه مش شغال في الاول. انت محتاج بس تربط. هعمل بس الحديث للصفحة. هزبط سياسة. الا. هزبط سياسة الخصوصية. هنزل عند السياسة الحصوصية عليها. هيفتح لي الصفحة اللي انا خطت طواله. طبعا انت هتفتح لك ستحصيها والاعلانات هتلا شغالها معك بدون اي مشكلة. وكده يكون معاك شكل احترافي جدا. منسك وشكله جميل وشكله كويس جدا. وفي الاعلانات. الاعلانات هتشتغل بسرعة لان القالب ده اصلا قالب سريع. وهتلاقيه. القالب ده مفروش اخطاء برمجية. فهيظهر او هيتقرشف بسرعة. وهيكون صديق لمحركات البحس. لان محركات البحس ما تحبش القالب اللي فيها لغبطة. زي القالب المجيناري وبقى فيها غالبا لغبطة. ده اللي كان عند النهاردة. لو انت حابب تتابع افضل قالب وتشوفها. هتلاقييني ضغير فالك. يعني يوم دوقتي تلاتة هتلاقيه على بكرة او بعده. نازل بقية القالب. ولو حابب تتابع معنا سلسلة الربحة من المدونات. انك تعمل زي مدونات. وبعدين تربطها صح. واتتابعها كويس جدا. وتأرشفها كويس على محركة البحس وجوجل تخليه يظهر في النتاجة الرئيسية ويتصدر في البحس. وازاي تفهم السيوت كتابة المقالات. انك تكون محترف وملمة بالموقع الشامل. لحد ما تشترك في ادسنس وان شاء الله يقبلوك. فما تنساش التشترك في القناة ده. وتفعل زر الجرس. عشان يوصل لك كل جديد بنقدمه. ده اللي كان عندي النهارة اشترك في القناة. ومع السلام.